نظم مكتب الصحة العامة بمحافظة أبيان دورة تدريبية حول معالجة حالات الإسهال المائية الحاد والكوليرة للكادر الصحي في المحافظة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وخلال التنشيء أكد مدير عام مكتب الصحة في المحافظة الدكتور صالح الثرم أن الدورة ستركز على تعزيز قدرات الكوادر الصحية في التعامل مع حالات الإسهال المائية الحاد والكوليرة من خلال توفير التدريب النظري والعملي المتخصص في هذا المجال مشيرا إلى أن الدورة ستسهم في تعزيز الكفاءة والاستعداد لمواجهة انتشار الأمراض المعدية في المنطقة موضحا أن إقامة الدورة يأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ضمن إطار التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية اشتركوا في القناة